السلام عليكم ومرحبا من الناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم أنهولكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزير اليوم الحصة تعلاوين قد نتكلم عن تصريحات تحافظ راجي وعلى التحديات التي تنتظر رئيس الاتحادية الجزائرية بعد تم تدمير كل ما هو جميل في المنتخب الوطني والاتحادية ودالي إبراهيم وإن أصبح كل شيء تابع دالي جوحة دالي جوحة يعني أصبح كل شيء تابع دالي جوحة ناس هذو اللي نحضر لكم كيف هكذا تتساهموا مليح تتساهموا مليحة تتعرفوا مليحة وتعرفوا مليحة وتعرفوا مليحة في هذه الأمور بعد ما شاهدنا الناس اللي يقول لك نحن وطنيين وغائضتهم منهم إن هذا يتساهمt هذا يتساهمت مليحة لم تتمكنهم格 أعط disabilities وعندناك أيضا جميعين القطر هذا يتساهمك يعني من مجهونا تم تساهمت إلى ذلك وفي ذلك كما وجدك ... أعلم كيف يكون هناك سوالح أعلم بكل خطرة لعبك أمام أمام أوغندا ... يا أخي ... يتبعون نبيل في الركب نسيول أعطيه مات في زوج أعطيته مباراة ودية أضعه في فم السبع أمام السينيقال ما أقوله بأيك 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 خرج 10 جنة ونجد انه يدخل لك كما تظلم نعلم نعم ونزل ونزل نعم 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 ونعم نعم 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 انتظر لا أترككم عن جماعة البريكس وجد الموقع في أوروبا تتركون الأعبات لا أترككم لا أترككم لا أترككم قالوا أننا أترككم بالنسبة لي كيف يحدث على هذه الأزدار هذه الحاجة يفتع لا أتركه لا أكل عبادة أحدها والطفوات ممنا وداعاته بطريقة جاسية بسدي موسى بدأت deafا maximى ملتوا بطريقة عشانة رجاء عشانة بطريقة عشانة بطريقة علماء عليها والتعالى يرس لدينا على ق aula عشانة التعالى اغت商 كتبع couple إلى حشانة حشى الان على قد قد دخل دقوا قد أرى الهدوان تعتقده يعتقده من اليدست تعتقده من اليدست لا يوجد ما يكون هناك فهي تشعر بخصوص أنا أعطيكم تكاين أنا أعطيك تكاين سمع دي سمع 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 وشيء فتعبه يقول لك المسريف يقول لك أن تجيبه لا تجيبه يدخله في مك يريد أن يدخله في مك قاطر كان توجد في سوالح أمور واخد آخرين يدخله في مك ويبيعه ويجنسه كيف يجنسه ثلاثة لعبة في مك أنا أنتحيل تتراوي تتراوي لعبة مع مشكول وأنطرف وثلاثة أنتحيله رفضوا رفضوا التجنيس هذا تتراوي الناس لا يقول لك تتراوي سوف يحيط له كم ناس والله لا يحيط له والله لا يحيط له وغالطي يسألوا كما الشتي ويسألوا كما قايا رائع يجيب يرد وكذلك قايا يتاير ما يجبه شي قايا يتاير ما يجبه شي وينعود الولوين الإعلامي الجزائري حبيد الراجي نشر مقال على موقع الجزائري ويتحدث فيه عن أبرز تحديات التي تنتظر رئيس الجديد للإنتحادية الجزائري بعد استقالة جيد زوزف من منصبه وكتب حبيد الراجي في مقاله الصورة صادمة يعني نقول له بالله بزر صوالح كو يبقى يهدر على كل الش غادي غادي ملك سيمانة وصورتوكو يكشف حبيد الراجي كي واحد النقاط واحد صوالح لو كان يكشفه قسمان بالله الناس لدارت النقاط صح الله كاين تحبض كاينه ما عندهم تحبض عندهم تحبض على أبلهم غشتكاين كما كنت تساهمه حسينت النادبي كان يهدر مع ذاك قدور هذك اللي بغاية ترشح تحاسي بح بح مي قاعد يهدر معاه قالوا يودي لازم تكون تعرف شكاية الداخل ماش تترشح كين أمور سوالح بخضاء أخرى تعرف شكاية خاشت ولي أرنب صغير متاي يديروك أرنب بالخط عكي يديرولك ولا ونقل لك التابع للمركز التحضير لمنتخبات الوطنية التي امتسرت في وسائل إعلام اجتماعي تعكس لوحدها حالة إهمال والتسيب وسوء التسيير التي طالت مرافق الاتحادية الجزائية لكرة القدم خلال السنوات الماضية زدها تعقيد تراكب ديون وعدم قدرة على الوافاء بمختلف بمختلف الأمور ونعود نقول لهم تكلموا ونسمحوا لك تنهدر وان التزامات بما في ذلك التكفل بالإيواء والنقل المنتخبات الوطنية ودفع رواتب مدغبين وموظفين على حد سواء والتي فاقت سبعين مليار سنتيم سنويا بعد أن كانت لا تتعدى 17 مليار سنتيم قبل 2017 وفي 2017 هذه بشيكون على بلقه ما يقتضي من السلطة العموية تعيي خبارات لإجراء التحقيق والتدقيق في حسابات الاتعادية ومن تم تقديم دعم كبير لرئيس المرتقب بداية سبترامب والذي سيجد نفسه أمام تحديات مادية وفنية وتنظيمية وأخلاقية كبيرة صحيح أن أغلبية الملاعب تزيد تعاني نفس الوظف بسبب الإهمال والسوء التسيير بما في ذلك التي تم تسييدها وإعادة تهيئتها مؤخراً في براقي وهران وملعب خمسة جوليا بالعاصمة لكن مرافق مركز سيدي موسى كانت تحظى بعناية خاصة من طرف الاتحادية قبل أن يطلها الإهمال ما يقتضي من رئيس الاتحادية القادم توفير أموال وكفاءات لتسيير مرافق الذي كان إلى وقت قريب مبخرة يحتضن منتخبات وطنية في تحضيرات هذه المواعيد كروية كبيرة قبل أن يتحول إلى مقبرة جعلت لعبين بعض اللاعبين يستكون لكن تحت صمت مدرب الذي يصور لك سور لك سوروه وأنك تضب الدران قولهم باليستاد كدير بلومي وتبلومي طوريد من المنتخبات الوطنية بسبب كلمة قالها بلومي يبدأ جمعها قالهم ما نشرونش للغاسل كنا نلعب 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 ونربحنا فيه ونجبناها تقوم بإلمينينا فيه ردينا شباب ملعب صوروه ربحنا باسمانيا كانوا خايفين من جيبوتي خسروه صوروه قال لك الملعب كيوالو من بعد نهالي خسرنا نهالي سقبناه إليميلي بالعكس التحديات المالية أكبر بكازين من الفنية والتقنية في مؤسسة مفلسة يصعب إصلاحها دون منافقة جد من طرف السلطة العمومية ومؤسسات الدولة التي تتحمل بدورها من مسؤولية إفلاس وتراجع بسبب خياراتها السيئة والإنعدام الرقابة على كيفية صرف المال العام وتسيير المرافق التابعة لها لذلك صار من ضروري اختيار رئيس قادر على المهمة تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة رغم كل التهديم الذي تعرض له الهيئة الكروية من طرف مختطفين الذين يسعون بكل وسائل لمنع التحقيق في تسيير مؤسسة وتحريرها من قبضة المافيا وإصلاحها حالياً حالياً مهم وإن يجب الرئيس القادم مطالب بتسوية وضعية تلك المراكز من كل التوانب بما في ذلك القانونية خاصة وأن بعضها يعني سيدة فوق أرضية لا تملك اتحادية مستندات ملكيتها والمطالب برفع تحديات مالية من خلال تسديد ديون المتراكمة وأخرى فنية من خلال إعادة النظر في مديرية فنية وتركيبة المنتخبات الشبانية وإعادة هيكلة الاتحادية والرابطة الوطنية والرابطة الجهوية والولائية والتي تضعفت ميزانية تسليلها بسبب توظيف العشوائي ومضعفات رواتب موظفيها زمن البحبوحة المالية التي بلغت